خلينا نروح سريعا لبقية أخبارنا والبداية مع منتخب مصري راي فيتوريا الموديل الفني المنتخب الوطني بدأ يعني يحدد ملامح القايمة اللي هتدخل معسكر المنتخب الوطني إن شاء الله في شهر 9 اللي جاي معسكر ده يعتبر الأول طبعا لي بعد ما تم التعاقد بشكل رسمي في شهر يوليو يعني أول فترة هنتدي نشوف راي فيتوريا بيشتغل مع المنتخب الوطني هتكون خلال المعسكر ده وحاليا الشركة الرعية مع التحاد الكورة بتتفاوض مع عدد متحادات الأفريقية تم الاستقرار على إنه في المعسكر ده هيكون فيه مباراتين وديتين هيخدهم المنتخب الوطني في الفترة اللي جاية وفقا للطلب طبعا الموديل الفني راي فيتوريا وأعتقد إن القايمة دي هتشهد غيابات لأسباب مختلفة يعني إما تراجع مستوى إما إنه فيه فترة راحة سلبية إما إنه لعيبة محترفة زي محمد صلاح صلاح مش هيبقى موجود في المعسكر بتاع المنتخب اللي جاي وهتشهد القايمة ضمام لعبين كتير يمكن للمرة الأولى في قايمة المنتخب الوطني على النحة الثانية ومزلنا مع المنتخبات خلينا أقول لكم إن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الحقيقة طلب من الجهاز المعاون ليه إنه يجاهز تقارير المنتخب الوطني طبعا عنده بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس في 20-24 البطولة دي أو التأهل ده يجي عن طريق 3 مراحل الدور التمهيدي تم عفاء المنتخب الوطني منه مع 17 منتخب أفريقي مفترض إنه المنتخب الوطني هيلعب مع الفايز من بوتسوانا وإسواتيني وبالتالي ميكالي طلب من الجهاز المعاون ليه إنه يجاهز تقارير عن المنتخبين بحيث إنه المنتخب إن شاء الله يعني هيقابل الكسبان منهم وفي حالة تجاوز المرحلة الأولى دي يبقى بعد كده هيواجه الفايز من منتخباي زامبيا وسيرياليون وده هيكون لقاء تحدد ليه معاد في شهر مارس 20-23 بعد كده طبعا نجحنا في تجاوز المرحلة التانية منروح للمباريات أو النهائيات بقى بشكل مباشر والنهايات دي هتتلعب في المغرب في خلال شهر يونيو اللي جاي وأول 3 منتخبات هيتأهلوا مباشرة لأوليمبياد باريس كل التوفيق المنتخب ده مهم جدا 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 لنظرتنا أو هدفنا أو أملنا في بلوغ كاس العالم 20-26 إن شاء الله ربنا يدينا أو يديكو تولتو الأمر